اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية قديس بحلقتنا لليوم رح نحكي عن قديس عظيم جدا جدا حتى القدسين صلوله وحتى القدسين طلبوا شفاعته كيف لا وهو بي ربنا يسوع المسيح الأرضي هو اللي اختاره الله تحتى يكون بي لابن الله اختاره ربنا يسوع تحتى يكون بي لأله وما اجمل هذا الاب اللي صار هو رمز لكل بي عب يشتغل بمخافة الرب وبحماية الرب ويحمي عيلته ويكون مخلص لأله هو القديس ماريوسف البار والصديق ماريوسف الرائع ماريوسف شفيع العائلات ماريوسف شفيع الميتة الصالحة ماريوسف شفيع العمال شفيع النجارين ماريوسف صار شفيع البشرية ببركة ربنا يسوع المسيح اليوم اخوتي بدي حييكن جميعا بدي كمان نذكر بصلاتنا كل اللي عب يشوفونا معا بقدروا يتلفنو لنا بعرف انا حكياني شخص كمان بدي صليله اليوم من امريكا بقدروا يحضرونا بالاعادة اكتر نظرا الى التوقيت بحب اليوم كمان اسمع صوتكن هيك نعاية بعضنا ونحكي اكتر عن ماريوسف او عن اي قديس بتحبو نحكي ونطلب شفاعتو بعد شوية رح يمرق الرقم قدامكن بحب انه تتواصلوا معي انه تتلفنوا نحكي مع بعضنا وبصلي لكل من عب يتابع هايدي الحلقة لكل من عب يتلفن ويقول انه تبعنا وشافنا كمان وكل الناس اللي شفتهم بره وكانوا حابين حلقات حكاية اديس وخاصة الاصدقاء اللي على التواصل الاجتماعي اللي كمان بتابعوا الحلقات المسجلة بتكون على اليوتيوب من حلقة حكاية اديس تحيتي للكم جميعا رح نبدأ حلقتنا بشفاعة ربنا يسوع المسيح وجميع الاديسين على اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين رح بلش كمان من الانجيل نذكر هيك القديس يوسف الحبيب وهذه طبعا عبقرة من متى واحد 18 وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح كانت امه مريم مخطوبة ليوسف فتبين قبل ان تسكن معه انها حبلة من الروح القدس وكان يوسف رجلا بارا فما اراد ان يكشف امرها فعزم على ان يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الامر ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم زوجة لك فهي حبلة من الروح القدس وستلد ابنا تسميه ياسوع لانه يخلص شعبه من خطياهم حدث هذا كله ليتم ما قال الرب بلسان النبي ستحبل العذراء فتلد ابنا يدعم نوئيل اي الله معنا وهون انطرت حتى يجي هيدا المقطع تحتى لكم انه كمان بحلقتنا رح نحكي عن سمعان الشيخ اللي كلنا منحبه مار يوسف ضغر من ان نحكي عن سمعان الشيخ لانه كثير له كمان علاقة بقصة الخلاص وعملية ولادة ربنا يسوع المسيح كمان بسياق الحلقة وبالنص الاخران نحكي عن سمعان الشيخ ومنوة ليش كان ناطر ربنا يسوع المسيح وكمان رح نحكي بسياق الحلقة ليش مار يوسف لكن اللي بحبه ليش عطول الايكونات تبعيته حامل زنبقة بيضاء والورد الابيض هيك كمان رح نجيب سيلتا وشو بتاعني وشو دليلتا طبعا مثل ما عم نشوف الايكونة الرائع القديس العظيم مار يوسف الحبيب اذا فلما قام يوسف من النوم عمل بما امره ملاك الرب فجاء بامراته الى بيته ولكنه ما عرفها ابدا الطفل مع امه يسوع والهرب الى مصر نشوف كمان كيف مار يوسف ملاسق لربنا يسوع المسيح ولامه مريم بعد ان انصرف المجوز ظهر ملاك الرب ليوسف كما نرجح احكي مع يوسف في الحلم وقال له قم خز الطفل وامه وهرب الى مصر واقم فيها حتى اقول لك متى تعود لان هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله فقام يوسف ايضا بدون اعتراض واخذ الطفل وامه ليلا ورحلا الى مصر فاقام فيها الى ان مات هيرودس الشرير ليتم ما قاله الرب لسان النبي من مصر دعوته يعني شوفوا كيف يكون على طول هيك القديس يوسف محاوت عطول الرب يسوع محاوت عطول امنا مريم العدرة كمان الرجوع من مصر ولما مات هيرود الزهرة ملاك الرب ليوسف في الحلم كمان شفته قديش يعني منقول نحنا ما في حكي عن مار يوسف الانجيل لانه يوسف صامت متل كل الرجال العظام كان كان صامتا يصلي دائما بشوفه قديش اذا منا نشوف قديش مذكور كمان بالانجيل بيقولوا ما مذكور كتير ما مذكور كتير ايه بس العمل القصير اللي عمله ايامه اللي كانت على الارض قديش فيها كانت اعمال عظيمة قديش صمته كان عظيم ويريت اليوم نحنا منصمت اوقات قدام عزمة الله ومنصلي امام الله كمان مار شربل كان صامت ما كان ينزل يبشر كان بصمته يبشر وكان يحكي المفروض ان يحكيه انما مار شربل كان قائم بالصلاة دائما كمار يوسف قائمين بالصلاة عطول ليل ونهار صلاة كمان الرب حب مار شربل وقال له مطلوب كمان رجال انه تصلي تصمت وتصلي يوسف ظهر له كمان الملاك بالحلم وقال له صار فيك ترجع قوم وخد ابنك ورجع على اسرائيل لان الذين ارادوا ان يقتلوه ماتوا فقام يوسف واخذ الطفل امه ورجع الى ارض اسرائيل ولكن ايضا عندما سمع يوسف ان ارخليوس يملك على اليهودية وهو ابن لهيرودوس الشرير فخاف ان يذهب اليها يعني مار يوسف هون اخوتي ما قال يلا هيدا ابن الله الله بده يحمينا يلا بقوم بياخده كان خايف عليه خوف البي الحقيقي عبي حضنه سمع ان ابنه لهيرودوس عبي حكم لا بلا ما ارجع انا عم حلم عبي حشوفوا هالعاطفي كيف حضنه للطفل وطبعا الطفل كان شايف كل شي وعارف مين مار يوسف اللي عبي حمله يحميه خاف وخباه وانزروا الله كمان بالحلم فلجع مار يوسف الى الجليل ولجع الى مدينة اسمها الناصرة وسكن فيها كمان لا يتم كما قال النبي يدعى ناصريا ما في شي عند الله هيك ما في شي بالصدفة ما في شي اسمه لك كيف صارت معي ما في شي اسمه نحنا بالصدفة هيدا صارت معي لا في شي اسمه قد ما الله بيحبني هيدا العمل صار لانه الله هالقد بيحبني نجاني هون وهون 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 وارسللي ناس تساعدني هيدا هو الله هيدا هو يسوع هيدا هي العدرة هيدا مار يوسف هيدا العائلة المقدسة هكي بيشتغلوا وهكي المطلوب مننا نحنا نشتغل بارادتنا مش انه لانه نحنا يخي انه متل ما بدك يا رب عن عتم لا الرب ولا مرة طلب مننا يسوع انه ننتحر فيه فكريا ولا مرة شو الانتحار الفكريا انه انا ايه بصدق عتم خلاص متل ما بدك يا اخي ما هو خلقني هلا خلينا نشوف شو ما نعمل منمشي ما انا مني مسير انا انسان حر الله خلق لي ارادة حرة بارادتها الحرة مريم قالت نعم وقال لكانت هي مسيرة واجه الامر الالهي متل ما بده الله بسيرنا متل ما كانا لا بارادتها الحرة قالت نعم مريم العدرة وبارادته الحرة مار يوسف قال نعم يا رب واخد مريم وجابها لعنده وهي وحب لي لانه صدق الله هل نحنا اليوم عم نصدق الله متل ما مار يوسف صدقه لالله هل نحنا اليوم عم نصدق كل الاشارات اللي بيبعث لنا ايها الله ان كان نحنا ونيمين وان كان نحنا وعايشين وشايفين شو فيه قداما عب تراقبوا شيا اوقات الاحلام اللي بتصير معكن الرؤية اللي ممكن الله يعطيكم ايها الناس اللي ادامكن اللي الله بيرسلوهن حتى يكونوا معكن هل عب تصدقوا الله هاي العائلة المقدسة العائلة المقدسة كانت تعمل مشيئة الله لانه عب تصدق شو الله عب يقل هيدا هي مشيئة الله انه نصدق الله شو عبيلنا مش انه نحنا نمشي لانه يا لطيف نحنا معطرين ومساكين والله هيك رأيت انه تصير لا الله لا يجرب الانسان ما بيعمل شرم على الانسان الشرير الذي يجرب والله الذي يشفي ويساعد تكون تنتبهوا منيح لهيدا الامور وهذا هو انجيل الرب نحن انجيل الرب نتكلم اذا اخوتي ماريوسف اليوم وسماعان الشيخ اللي رح يكون اليهم الامر الاكبر معنا اليوم بالحلقة بلش نحكي اكتر هيك عن ماريوسف اذا بكتاب الانجيل ما بيذكر الا الاليل عن شخصية ماريوسف البتول لانه كان قليل الكلام كثير الاعمال على مثال العظماء من الرجال وفي حديث بالطول انه مين قال انه ما رجع تجوز مريم من بعد ما ولد ربنا يسوع المسيح لأمور عديدة لأمور عديدة اهمة اهمة وفي تفسير كثير لأله ومقنعة جدا اهمة انه لقبه بقى البتول يعني لو لو هالانسان كان مجوز قبل او رجع تجوز صارت مبقى في نسبة البتولية لأله وهي من اهمة الامور اللي موجودة وغير امور كثير اذا بدكم شمرة منخصص حلقة ومنحكي يعني بس انه لأكيد منه ايمانيا وكنيسيا وانسانيا وكل الامور هايدي انه لم يعرف مريم كما المتزوجين عرفوا بعض نعرف من الانجيل انه يوسف الصديق كان خطيب لمريم مثل ما قلنا ومربي الطفل يسوع واحدة الشخصيات اللي كانت بمخطط الخلاص شوفوا شو حلو واحدة الشخصيات الاساسية اللي الله حتى بمخطط الخلاص خطب يوسف مريم وكلاهما من نسل داود حسب ما جاء في النبوءات وبعد ما عقدوا الخطوبة والخطوبة اخوتي اللي عقدوها من نقربها هلأ على الخطوبة الكنسية اللي تعتبر نصف زواج هايك كان خطبتهم ليوسف ومريم يعني كان الفترة الانتقالية تيخدها على البيت ويدخل عليها كمتزوجين كانت خطبتهم فترة انتقالية بس حتى تصير مرته شرعا ولعذرة طبعا من النصرة منطقة الجليل وبلغ الرب انه بده تولد وابنه رح يكون اسمه عامل وقيل اي الله معنا وظهر كمان ليوسف وقبله بالامر نفسه طبعا يوسف استنجد بالصلاة اول ما عارف انه مريم حبلي وصار يصلي والله شايفه وريحه طبعا وخبره بالمنام مين رح يكون الولد المولود منها ولما تم امر هيرودس الشرير بقتل الاطفال كان يوسف الحارس الامين واخد لقب الحارس الامين شوفوا شو هالروعة هاي يوسف الحارس الامين مثل ما اقام الله يوسف حارسا على جميع مصر ارض مصر تتذكر يوسف الحالم اللي كبقوا اخواته بالبير هون عاب يرجع يقلنا احد الاباء مثل ما الرب اختار يوسف تحتى يكون حارس وحامي على ارض مصر والغلق اللي بديوزع على العالم هكذا لما حل منه الزمن اختار الله يوسف اخر واقامه سيدا على بيته وحارثا لاثمن كنوزه هكثر الرب مار يوسف تحتى يكون حارس لاغلق كان عند الرب اللي هو ابن الله كان الابن الذي اشتهى الملوك والانبياء ان يروه ولم يروه رأاه يوسف الانبياء كانت بتشتهي انه تشوفه مش بس تحمله بين ايديها مار يوسف شافه وحمله وطعمه وعاش معه ولعبه اياه وعلمه النجارة وعلمه المصلحة اللي هي مفروض كل بي كان يعلمه لابنه رائعة عيشتهم كانت شوفوا اذا يوسف تكلم معه وحمله بينزع وعنكه وقبله اللي الملوك كان تشتهي تسمع اسمه شوفتوا قداش قيمت وجوهرت مار يوسف الانبياء مسح لهم الملوك مسح لهم الدسين انبياء مسح لهم شوفوا قداش مرتبت ومنزلت مار يوسف بالكنيسة وعند الله الانسان الطاهر الانسان الكدوس الملائكية السيرة هيدا هو مار يوسف الصامت الحق الصامت الحق الهادر بصمته الصمت اللي بيهز الجبال هيدا هو صمته لمار يوسف ما كان صمت انسان عادي انه اللي ما يسمعه لا كان صمت مار يوسف بيهز وهلأ شوفه صمت مار يوسف شو قده اذا كان يطعم ويطعم الرب يسوع الذي يتناوله المؤمنون كخبز نازل من السماء لنايل الحياة الابدية انتو اللي عب تتناولوه كحيات ابدية مار يوسف طعمه مار يوسف طعمه الخبز النازل من السماء شفتوا مين مار يوسف هيدا مار يوسف اللي عبي طعمه ابن الله عبي صقيه بايده وعبي يلعبه ايه شو هال مار يوسف الرائع اللي منطلق شفاعته منصلي اليوم يا مار يوسف تكون مع كل واحد مننا مع كل سجين بسجن رومي هيدا السجن اللي هو عار على هالبلد مع كل الانسان مسافر مع كل الانسان رب عيلي مع كل الانسان ما قادر يتجوز مع كل الانسان ما عنده ولاد مع كل الانسان بي وحائر كيف يدوا يطعمي ولاده كيف يدوا يعلمهم شفاعة مار يوسف تكون معكم ومع كل مريض ومع كل الانسان على فراش الموت مار يوسف يكون معكم ويقويكم مع كل الانسان عبي يشوفنا هلأ وحيس حاله انه معذب حيس حاله انه بحاجة لشفاعة منصلي لمار يوسف تحت يكون معك خيه تحت يكون معك اختي تحت يريده يحكم وكون معكم هو الأب الأرض لربنا يسوع المسيح والخبرية الحلوة لدى انعقاد المجمع البتقاني المقدس أخذ البابا بيوس التاسع قرار يضع نفسه وجميع المؤمنين تحت حماية القديس يوسف وقد أعلنه رسميا محاميا عن الكنيثة الكاتوليكية وأمر أن يحتفل بعيدها الواقع في تسات عشر أدار احتفالا كبيرا البابا أعلم مريوس هو شفيع لكل المؤمنين شفيع للكنيسة هذا بي الكنيسة الذي كان بير ابن يسوع المسيح هو بي الكنيسة هذا اختار البابا وهذا شايف أنه هذا الذي كان بيه ليسوع المسيح أكيد يكون بي الكنيسة وإمنا مريم العدرة اللي كانت أم للمسيح أكيد بدأ تكون أم للكنيسة نحن كتير كمان أوقات أصدقائي وأخوتي نظلم مريوس ونحطه على جنب إنه الإنسان الصامت يا الله خلوه على جنب لا لا ما بدي يكون اسمه للمريوس في كل يوم مع سيرة وكلام مار شربيل ومار لياس ومار جيريس هؤلاء من يشوفهم لا ما بدي يكون على طول كمان مريوس في مذكور بحياتنا لا إنهنا كمان مننساه ومنحطه على جنب أنا طبعا حب أسمع أصواتكم وأتصالاتكم من خارج ومن داخل لبنان مثل ما موجود الرقم أمامنا بتقدروا تتصلوا فينا وبتقدروا تتابعونا كمان أنا حاكت على الصفحة عب حطها طول كمان الحلقات اللي عب تنزل وصفحة نور الشرق اللي هي على اليوتيوب كمان عب تحط الحلقات اللي عب تنزل إذن أخوتي تم هيدا القرار طبعا البابا بشفاعة مريوسف بألف وثمانمية وسبعين أمتين بتماني كنون الأول بقلكم شو ثماني كنون الأول أو بتعرفوا هو عيد الحبل بلا دانس طبعا الأخويات اللي عب تحضرنا عب تتسم لأنه بتشوف أمتين تم أخذ هيدا القرار بعيد الحبل بلا دانس يعني شوفوا البتولية اللي كمان عب تصدقها الكنيسة عن مريوسف البتول اللي كمان اختار أنه يكون يوم القرار بعيده كان بتماني كنون الأول ويوم عيده كان بتسعة عشر قدار هو حامي المؤمنين جميعا وبيء الكنيسة منا نكمل هيك شوية طبعا أخوتي مع مريوسف ومنرجع من بعد هالخبرية بلكن منسمع كمان ترتيلة لمريوسف مثل ما قالنا ما بنعرف الحسرا الشيء الكثير عن حياة القديس يوسف وما في هناك أي وثائق تاريخية تخبرنا عن مكان وزمان أو موت القديس يوسف لكن ما نعرفه من خلال الكتاب المقدس هو أن يوسف كان خطيب لمريم كمان بنت داود مثله هو كذلك كان ابن يعقوب بن متان من نسل داود وإبراهيم أبوه الأباء إذن ابن يعقوب وتجرأ الإشارة هنا إلى أن عالي أيضا كان بيء يا عم كيف عنده بيان مريوسف ناس بتقول ابن يعقوب وناس بتقول ابن عالي هالسؤال بينطرح عند المؤمنين جميعا كيف عنده بيان مريوسف الأمر بسيط وسهل جدا أنه هو ابن عالي ويعقوب معا كيف يعقوب وعالي كانوا أخوين تزوج عالي وتوفاه الله دون أن يكون له نسلا أو يرزق بطفل إذن تزوج عالي وميت هنا بالتأليد اليهودية تزوج عند إذن يعقوب امرأة أخيه عالي ليقيم نسلا لأخيه وهون حبلة مرته وولدت مريوسف فصار مريوسف هو فعلا بشريا من نسل يعقوب إنما دينيا هو ابن لعالي مثل ما بتقول القوانين اليهودية والتأليد اليهودي هو أصبح ابن لعالي روحيا وشسديا ابن ليعقوب لذلك اللي بيقول إنه يوسف ابن يعقوب معوحا ويوسف ابن عالي كمان معوحا هاي مشان الأخوة المؤمنين تحتى بكل عيد مريوسف وبكل عيد ميلاد لما تسمع الاسم ما تستغرب يعقوب وعالي نعم الاثنين بيقدروا أن يكون تقول عنهم بيو إنسان حسب الجسد إنسان حسب الروح عالي حسب الروح لأنه خيه أعطاه نسل منه ويعقوب لأنه هو يتصرف عنونيا وتجوز فجيب حسب الجسد لخيه دعنا نتوقف مع الترتيلة ونرجع ونكمل تحتى نرى ماري يوسف نرى أخبار عنه قداش كان عمره لا بيحمل زنبق أبيضاء نتابع بعد نتوقف مع استراحة مع الترتيلة شكري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف لك شكري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف لك شكري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف مدى عمري ماري يوسف يا حنوناً على الطفولة يا خطيباً للبتولة مزرحاً لتاوى العائلة وصرت للناس دليلة مكا شكري ماريوس مدى عمري ماريوسا مكا شكري ماريوسا مدى عمري ماريوسا يا حبيباً يا تقي يا صبوراً يا هدي أنت دي أبو المثال أبو القداسة يا ناقية لك شكري ماريوسا مدى عمري ماريوسا لا تشكري ماريوسا مدى عمري ماريوسا عودي معكم أخوتي ومع حكاية قديس من نور الشرق ومع ماريوسف البتول القديس العظيم اليوم نحن عم نحكي عن ماريوسا ماريوسا بركة كمان مناخد قوة من صمته لماريوسا ومنحكي منبشر باسم ربنا يسوع المسيح ما منستحق متل ما ماريوسا ما استحقه وقت اللي بشره الملاك وقال له خد ماريام لقلك شوفوا عم نحكي نحن من أكتر من ألفين سنة أخوتي إذا هلأ 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 أحدهم بشك أنه خطيبته حبلة شو بيعمل فيها إذا هلأ حدا بشك أنه بنته حبلة بلا زواج شو بيعمل فيها إذا عرفوا أنه بنت جيرانه بنت القاعدة بالشارع حامل بلا زواج شو بيعمل فيها هلأ لأن إحنا بعد ألفين سنة بتعتبروا أنه هيدا الأمر عار بتعتبروا أنه هيدا الأمر كارثة بتعتبروا أنه هيدا الأمر جريمة وممكن تؤدي إلى تقتلوا بعضكن عليها نيح هلأ لأنه أنتوا بتعدوا حالكم أنه متقدمين وصرنا بعصر الانترنت وصلنا على الأمر بعد شوي حنطف الشمس شو شو عبتعمل عم نحكي عن إنسان قبل بهيدا الأمر مش بس من أكتر من ألفين سنة لا بوقت أنه بتفرض عليه شريعته أنه يرجمها أنه يقتلى يعني معك كارثة بلونج أنت معك كارثة من الكهن تبعك من الدولة تبعيتك ما حدا بيتعطى معك تروح ترجمها وبتجي يعني مرخص له بقتلة مرخص بقتلة تصوره يعني بوقتها هو مرخص بقتلة يعني أنه ما معك كارثة بلونج يلا تهي الموضوع بيقدر يعمل اللي بده إياه تصوروا أنتوا أنه مش بس أنه سامح قبل ما يزهر عليه الملاك قال خلص يا خيقان أنه أكثر شي بقدر بعمل أنا أنه بتركها وكان بعده عا بفكر ويصلي بعد عا بفكر ويصلي أنت بتركها حرام مريم هالبنت الطاهرة اللي معه أكثر من خمسة عشر سنة ترجم بحجر مش مقبولة لقله هالقد كان قلبه طيب ووديع هالقد اليوم نحنا بحقارة البعض إذا مرته شك فيها أنه خينته عا بينزل بيقتله شو هال شو هال شو هال الأمر يعني أقسم يقال عليه أمر حقير تنزل تقتل مرتك لأن شكات فيها شكات أنه مصاحبة شكات ما بتظهر من وراي يلا جيب السكين جيب الفرد جيب البرود وأوسه شو هال حكة هيدا أنه ايه وفي البعض بيهني أنه انتقم لشرفه شو هال حكة هيدا شو هال حديث وإذا هو اللي عمل هيدا الأمر يلا رجال يعني أنه فيه هون أمر مخزي أمر شيطاني أمر عار عبتروح تقتل وحدة لأنه زنيت عبترجع أكتر من ألفين سنة لورا وبتوصل لعند ماريوسف اللي معه بيعمل هيك شو بتكون موقفك أنت شو هال حكة هيدا يعني أوقات يا راتم نكتفي بقتل واحد أوقات تقول بتقتل عشرة خمسة عشر اللي بيطلع بيدك بدي قتل أحسن واحد بعيلتهم يا أخي ما قابل حتى المسيح وقابل ماريوسف عم نحكي من أكتر يمكن من ثلاث تلاف سنة شوفوا لحد وين مع أيام ما ما عمل لموسى الشرائع ما كان فيه من نهاية قال لك موسى العين بالعين والسن بالسن يعني بترجع بعد أكتر من أربع خمسة عشر وعشرين ألف سنة لورا تحتى تنفذ اللي يمكن بوقتها ما كانوا ينفذوه مع الشرائع موسى بيقول لك لا أنه العين بالعين والسنة يعني أنت عبتتخطى بعد شريعة موسى أكتر من ثلاث تلاف سنة لورا وتروح تقتل أحسن واحد بعيلتهم أو والله ما بيكفيني فيه عيلي شو هالحكي هيدا يعني أمر اللي عاب يصير أخوتي اليوم أمر عار عاب يصير وأمر شيطاني وشرير الشيطان اللي عاب لكم عمله هيك ما تفرحوا أبدا بالموضوع لا تجريم الشرف ولا غير شرف هيده الشيطان اللي عاب يقوتكم الشيطان اللي عاب يقوت بدك تعرف أن أنت من قاد من الشيطان علمت 생각 función ما فيها مزح أبدا والناس آآ 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 أيب رجل رجال رجال اللي ما بيستحى يصلب أيضه عوجه فماشى بالطريق صرنا نستحى نصلب إيدنا عوجنا صرنا نستحى نصلع العالاكل ابقى يارب العالم الحدي عطى تطلع فيني منستحن نصلي قدام العالم منفوت عند بريد منستحن نصلي منطلع من عند بريد منستحن يعني شو هالحكي هيدا بتستحط صلبوا ايدكم عوجكم والبعد يمكن بيستحق انه يقول انا مسيحي لك لو انا وصلنا هيدا مسيحية انه انه عب تستحب بايمانك البعد يمكن يروح على الكنيسة تاني يوم اذا قالوا رفيق اوان كنت نحنا كنا على البحر انت اوان كنت اه بقل له كنت بالكنيسة او هلأ بدي اكلها بهدل اي شو مهبول او كزا ببرك بقل له كنت عجاب الاحلى ايه شو هالحكي هيدا توقف فيناتهم لرفقاتك مبارح كنا بالكنيسة مستحي تقول او ازا غلطت قدامهم مسلا انه صليت كنتم بشي مطعم بشي محل صليت تطلع بتلاقيهم كلياتهم بهدلنا شو عبي يعمل بهدلنا لك انتم اللي تبهدل تهود بهدل اخوتي ما تستحوا هيدا ايمانكن عب تستحوا الشيطان ما عبي يستحى اللي ما تنزل تبهدل واحد عبي يزمر لك بالسيارة ما بتستحى رجال لما بدك تطلب ايدك عوجك بتستحى قول صرخوا بقلبكم هيك ما بقى نستحى من اليوم مرايح خي انا مسيحي انا بدي صلي بايدك عوجك قدام الكل بدي فوت على الكنيسة لافع راسي بدي اسمع الاداس بدي علص صوت الترتيلة مش بس صوت لنجوة كرم او لا ما بعرف اي فنان علوا صوت الترتيل بالسيارات مبسوطين بحالكم بتمرق بتزعجوا الناس بالله رفعين صوت لمسجلة ما بعرف واحد ما عم بينفهم كلماته ابدا ما ندري من من اي بلد جاية مبسوطين بحالكم لك ازا طلعت بترتيلة بتستحى عايب عبي ترتيلة عايب شو بقولوا الناس علي لا ارفعوا اسم يسوع المسيح لانه هاي اللي عبيعمل هيك يا اخوتي وعلي عبي يزعشكن وعلي عبيعمل هالامور هيدا بده يعلي اسم الشيطان بدك تعلي اسم الشيطان نحنا منعلي اسم يسوعنا اسم ربنا ومخلصنا بيعلى وينما كان بيمطعم بيمستشفى وينما كنت رايح اسم يسوع اللي بدو يضل عالي الصليب عوجنا بدو يضل على صدرنا بدو يضل ما بنستحى بالصليب الصليب بدو يضل موجود قدامنا هيدا بركتنا هيدا رمز لليب خلاصنا مستحيين بصليبكن مستحيين تصالبوا ايدكن عوجكن مستحيين تقولوا كنا بكنيسة مستحيين تقولوا الابانا شو هالحكي هيدا خلوا عطول اسم يسوع المسيح اللي ممنخ جل فيه قدام دايما هو قدام الشيطان بد يكون قدام لا اسم ربنا يسوع المسيح هو قدام عبينزعجوا منك عب تصلي ينزعجوا صليلهم هيدا لازم يكون المسيحي مش مسيحي على الهوية لا مسيحي على الهوية رح يفوت على 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 السماء ولا اي انسان على الهوية بدو يفوت على السماء بتفوت على السماء بامانك بمخلصك ربنا يسوع المسيح بشفاعة اديسيك بالصلاة هيدا اللي بتفوتك على السماء بماريوسف بتفوت على السماء مين بدو يفتح لك الباب خلي يا اختي ماريوسف يستقبلكم بالسماء ولا يستقبلكم الشيطان تحت هيدا الملاك الساقط انتبهوا انتبهوا كتير منيح عمين عب يحكيكم ومين عب تستحوا منه ما فيه مستحى هيدا ايماننا هيدا ديننا وهيدا نحنا ايه بالصيفية وبالشتوية هيدا نحنا مش هوليك نحنا بدكن تنتبهوا على الموضوع وعلى كل شي عب يخرب لكم حياتكم ازا من هنحكي اليوم عن ماريوسف قداش كان عمرو ماريوسف لما اتجوز امنا مريم العدرة بالسنكسار المارونة قبل اه فيه ناس بتقول باليهود انه كان عمرو بثمانة وعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة بسنكسار المارونة وحياة الادسين بيقولوا كان عمرو تمانة وثلاثين لما تجوز مريم العدرة انما العلماء والاباء الكنيسة بتقول انه كان عمرو اربعين وانا صراحة بتظن انه كان عمرو اربعين سنة الاقرب لا الواقع كان عمرو اربعين سنة لما تزوج امنا مريم العدرة اذا اختي بحياة ربنا يسوع المسيح ما بينذكر بتحسوا ما بينذكر شي لا بينذكر ماريوسف لا باعرس قانا ولا باي انجيل حتى لان انجيل منحول ما بتجيب سيرته لماريوسف على فكرة ما بتجيب سيرته مشان هيك بالعلماء او اباء الكنيسة قالوا انه قد يكون لكن ماريوسف مات قبل ما يبلش ربنا يسوع المسيح بالحياة العلنية كربنا يسوع المسيح على الارض بحياته عمل الخلاص ثلاثة سنين لبلشهم يعني كان قبل ما يبلش ربنا يسوع المسيح يعني قبل عرس قانا توفى وما تنتقل عند الرب ماريوسف وهالامر ممكن يكون بوقته يعني قريب كثير على هالمدة هاي مشان هيك العلماء الكنيسة والانجيل والاباء الكنيسة بيقولوا انه كان عمره سبعين سنة يعني بالسبعين سنة اذا انا سبعين سنة مات ماريوسف بيعتبر كثير قريب على هالفترة قبل ما يبلش يسوع المسيح حياته الدينية انه اذا موت ماريوسف ما في اي اشارة بتدلي عليه لا بالانجيل الازائية ولا بالانجيل اي انجيل اخر ومن المؤكد انه الصديق مربي ربنا يسوع المسيح مات بين ادان العدرة ويسوع مشان هيك بيقولوله شفيع مظبوط شفيع الميتة الصالحة رائعة صوروا انسان عبي موت بين ادان مريم العدرة ويسوع المسيح هايدي شفيع الميتة الصالحة انتشرت عبادة القديس يوسف في جميع الاكتار شرقا وغربا وشيدت على اسمه الكنائس وتسمى باسمه الكسيرون بل الالاف شفاعته مع الاخوية واصبح شفيع العمال عائلات المسيحية ومثاله قدوة لهم وهو العامل الصامت والمربي الصالح والشفيع الذي لا يرد له طلبا اخوتي احدى القديسات بتقول عبتحكوا عن ماريوسف عبتنسوه جربوا طلبوا من الله شي بشفاعة ماريوسف وارجعوا حكونا بس هاي طيب هلا شونسينا بعد انه نحكي عن ماريوسف ذكروني شونسينا نسينا نقول لاش ماريوسف بيحمل الزنبقة البيضاء بالايقونات تبعيته لاش بيحمل الزنبقة البيضاء لما كان ماريوسف له حق كمان انه يتقدم مثل عدة رجال لخطبة امنا ماريام العدرة اللي صارت يتيمة الاب والام ماتوا امه وبيه لانه تعرفوا انه كانوا كبار بالعمر لما ولدتها امه اذا صار مفروض انه من العيلة من القريبينة اللي ماريوسف واحد منهم بدو يتجوزها فيه كان عدة رجال وماريام العدرة امنا ماريام العدرة اخوتي بجماله وباخلاقه وبانسانيته وبإيمانه كان اي رجل من عيلتها يركع بس حتي يقدر يتجوزه يتقدم له فلما اجا كبير الكهنة وقال لهم بدنا لرجال العيلة بدنا ناخد ماريام لحدا منكم تا يكفلها ويكون وكيلة ويكون زوجة تقعد عنده فماريوسف كان من ضمن الرجال اللي يتقدمه طبعا عددهم كان مش كتير لانه مش حياة لحدا كان بيقدر يتقدم لماريام العدرة الا بتكون تقوله النخبة بهاي العيلة بمعنى النخبة مش اللي معه ما الادمة اللي سيرته حسنة ما حيجوزوا بنت المعبد بنت الهيكل اليهودي هيكل سليمان اللي كانت تخدم بالهيكل اللي جوزوها الحياة لحدا بدهم شخص بار انسان تقي فمن هل الناس الاطقياء ممكن لقوا 12 شخص منها 12 كان في ماريوسف طبعا بلشوه انا بحضرة الحخام انا 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 ماريوسف الوحيد اللي مرفع ايدي وهيدي الاباء بيقولوها ماريوسف الوحيد اللي معه حكي ابدا صامت ويصلي قال لهم الحخام اذا انطلب منهم كل واحد يجيب عود يابس عود يابس من شجرة من الارض او شي جيبوا عود يابس لما جابوا كل واحد جاب عود يابس منهم ماريوسف نفذ الامر بكل طاعة للحخام وقطى بالعود اليابس وعطى للحخام اذا كبير الكهنة اخدهم وحطهم على المذبح قدامه وركعوا الكل يصلوا ركعوا الكل يصلوا وكل واحد العود طبعه على المذبح قدامه يعني هاكي محطوط هاكي انا عبصلي هون واحنا عبصلي هون وحنا عبصلي هون ماريوسف ركع قدام هيدا العود اللي حطه على المذبح كل واحد حط عوده ركع تحته عبصلي وقف الحخام وكان عود ماريوسف الوحيد اللي ازهر وزهر زهر بيضة زهر رائعة جدا شوفوا مشوف الايكونات اللي هلأ كمان ممكن تمرق الصورة شوفوا هيدا هيدا العود اللي حامله ماريوسف هيدا كان يابس هيدا اللي زهر عنده وقف الحخام كل الايكونات وازع بتشوفوا اخوتي بيمرق هيدا هيدا الايكون بتمرق بالزهور الرائعة لماريوسف اللي زهر وخلى حياتنا تكون كلها مزهرة وحياة مريم البتول الرائعة امنا مريم العدرة تزهر وزرع الابتسامة على وجهه كيف لا وماريوسف هو اللي كان الخطيب الامين والزوج الامين وعيشوا حياة زوجية سماوية شوفوا طهارة السماء طهارة اللي قاعدين فيها بالسماء فوق طهارة السماء كانت موجودة بعائلة الناصرة العيلة عايشة زواج سمائي هني عالارض انما عايشين زواج سمائي وما اروع ماريوسف بقى وعيشوا مع مريم العدرة اللي كانوا عايشين عائلة وشوفوا مين بيّر بس يعني اذا هلأ نحنا عم نتأمل بشوي بماريوسف كل واحد يسلط حتى الله يعطيه هكي النعمة يشوف ويعرف اكتر عن ماريوسف طي يعرف عن مين عم نحكي بالوقت المتبكة معنا اخته وهو ضمن خمس دقايق بدنا نحكي عن شخصية هامة جدا وهي سمعان الشيخ كتير يمكن ما بيعرفوا مين سمعان الشيخ رح نحكي بشكل سريع عنا استولى بطليموس الاول على قرشريم واسر يهود كتير بالالاف عدن وارسلن الى مصر للعمل كسخرة بس بدفس الوقت انشأ مكتبة كتير كبيرة المكتبة اللي انشأها كتير كبيرة طلب من كبير حخامات اليهود انه يجيب كتب العهد القديمي التوراة ويبعت معه الناس بالترجم تحت ينقلوها من العبرية الى اليونانية ووعده وعد الملك ووعد الحخام انه نحنا اذا بيجوا هالاشخاص هول بيترجموا لهول الكتب تضيفهم للمكتبة اللي كان فيها تفوق الثمانين الف كتاب واكتر بوقتها يعني هلأ بنشوف اذا الرقم معنا مصبوط بدو يحط كتاب التوراة انما مترجم الى اليونانية اللغة اللي بيعرفها وثقافة الشعب اللي كانت وافق الحخامات معه وارسلو له 72 شيخ تحتى يكتبوا العهد القديم عم نحكي هون نحنا عن 246 مقبل الميلاد يعني تقريبا 250 سنة مقبل الميلاد تيهتموا بالتوراة من العبرية الى اليونانية وهنوا يكتبوا هيدا الامر وعدهم باطلاق صراح 120 الف يهودي كمان اذا بيتموا الامر وبلشوا ينسخوا فعلا ارسل علي عازر 72 عالما ستة من كل صبت نقق ستة من كل صبت ينسخوا التوراة للملك اكرموا الملك عطيوا هدايا اقاموا بجزيرة كتير حلوة وقصموا لتلاتة وثلاثين فرقة ووزعوا منفردين يعني كل فرقة بتقعد لحالة وبلشوا يترجموا التوراة اقاموا نحو سبعين يوم كمان وصار اسمه الترجمة السبعينية سبعين شيخوا سبعين يوم صار اسمه الترجمة السبعينية اللي بعدنا ما اعتمدينا لهلأ وعملوا المستحيل حتى زبطوا الكتاب مثل نفس الكلمة ينقلوها على اليونانية كان هالشي قبل 250 سنة استخدمت هيدا المجموعة المترجمة بمجامع اليهود بمصر حتى يمكنهم القراءة باللغة اللي كانت موجودة بوقتها كذلك كان التدبير الالهي انه هيدا الامر هيدا انه يترجم هيدا الكتاب تبس يروح خينة بولوس الرسول على اليونان يبشرهم يفهموا عليا عن شو عاب يحكي كان معه الكتاب المترجم فكانوا اليونانيين يقرؤوا التوراة ويعرفوا انه في مخلص جاي في مخلص جاي لانه مسكور هون العزراء تحبل وتلد ابنان هيدا مسكور بكتبكن اخوتي باليونان مش هيك؟ قلولهم بلا روح العزراء تحبل وتلد ابنان انا عبشركم بهيدا الابن المخلص فكانوا يفهموا ويفهموا الرسل اللي رحين شفتوا حكمة الله كيف تصير بس شو صار هون سمعان الشايخ لما كان عب يكتب بميتان وخمسين سنة قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح وصل للمقطع العزراء تحبل وتلد ابنان من اشعية وجمد خشى او استحى وخاف انه الملك يبهد له ان يترجم كلمة العزراء تحبل وتلد ابنان خوض عدحك هلأ بوكر الملك يتضحك عليه بيقول لي شو كاتب انت يقلو هون العزراء تحبل فقال بركي انا بحط بدل العزراء تحبل بكتب فتاة تحبل وتلد المخلص انه تظبط اكتر انه بنت حبلة ويوجب انما الشك اللي كان عب يصوره وعب يصير معه والصلاة اللي كان عب يصليها كمان بيجيه الملك بالمنام وبيقول له مدامك قلت هيكي وعب تسأل كيف ان العزراء ستحبل وتلد ابنان رح بتضل عايش يا سمعان قالوا ياها كمان برؤية بالحلم متل ما قال لامار يوسف شوفوا الامر المشترك رح تضل عايش يا سمعان لحد ما تشوف عم نوئيل قدامك وتتبارك منه وتبارك الرب لحد ما تشوف هيدا الحدث قدامك وفعلا هاك صار جلس الشيخ الجليل سمعان بطريق يتفرس وشوف من رايحه من جاية حتى مرأ 250 سنة على عمره إضافة لللي كانوا يعني صار عمره 300 سنة سمعان الشيخ 300 سنة يقعد قدام الهيكل هاك وناطر بالأول هاك من فنجر عيونه بعدين صار مهمده ما بقى يقشع حتى يشوف المخلص لما يجي بيتطلع بالعالم أجيال راحت وأجيال اجت وسمعان صامد متل الصليب اللي عجبالنا واقف هاكي ما بيهز لا ريح لا برد صامد عبيشوف بيصلي بياكل وبيرجع بيجي بيصلي وبيقعد ناطر للمخل. أجيال مرأت وأجيال راحت أجيال مرأت وأجيال راحت وهالشخص هيدا صامد بدي يشوف الخلاص طبعا الرب 300 سنة صار عمره والموت يمرأ من عنده عطولي إيش كل اللي حواليه يتركه ما يسترجي قرب عليه حتى الموت مرأ من قدامه وكذا مرأ وما أرأ وسمعان صامد إلى أن جاء اليوم اللي جاي عزراء جميلة جدا وجاي معه إنسان رائع جدا قديس ماريوسف حاملين الخلاص بإيدهم ربنا يسوع المسيح وعب يفوتوا فيه على الهيكل بس برؤة مريم العدرة ومرأة الأربعين يوم وما أجملها وقف الشيخ سمعان وتطلع فيه نظر الخلاص فتحت عيونه فتح عيونه صار يقشع وقال كلماته الشهيرة اليوم يا رب نظرت عيني خلاصك أطلق عبدك يا رب وركضة يحنى النبي كمان تحتى تشوف لهي كمان كانت موعودة بنفس الوعد وشافه الخلاص واسم سمعان إذن يعني الذي يسمع أو يطيع وهيدا منبشر أخوة المؤمنين أنه انتظر مشتهى الأمم وصار وشاف بركة ماريوسف معكم بركة سمعان الشيخ اللي كان صامد على إيمانه وصدق وماريوسف اللي صدق بصلي لكم يوم يا أخوتي تحتى تصدقوا بوقت الراب تصدقوا ربنا يسوع المسيح بكل وعوده اللي بيعطيكم ياها اتأملوا كتحاب اليوم اسمع صوتكم بصلي للكل بشفاعة ربنا يسوع المسيح بركة ماريوسف وصمعان الشيخ تكون مع جميعكم قمنا مريم العدرة بيركم 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 بيوتكم آمين من حكاية قديس سلامة ربيس ومعكم يالليقاء اشتركوا في القناة